اهلا وسهلا بكم عزائي المشاهدين الى هذا الحديث الخاص مع المشرف العام على خطة التعبئة الصحية لمواجهة كورونا في ايران الدكتور ايراج حريرجي اهلا وسهلا بكم دكتور على شاشة التلفزيون العربي مرحب بكم وبالمشاهدين العزاء وآمل ان يكون حديثنا مفيدا لسلامة كل شعوب العالم نتمنى ذلك دكتور ابدأ معك مباشرة من قضية الاحصاءات والارقام ارقام الاصابات ارقام الوفيات هناك جدل كبير خاصة فيما يتعلق بايران ليس فقط اصوات من الخارج تقول بان ربما هذه الاحصائيات غيرها دقيقة التي تعلن عن وزارة الصحة وانما اصوات من الداخل ايضا يعني هناك رؤساء لجامعات طبية في عدد من المحافظات الايرانية اعلنوا ارقام مغايرة حتى في مجلس الشورى الايراني حتى في مجلس طهران البلدي تحدثوا عن ارقام مختلفة هل هناك حقيقة تستر على بعض الارقام او عدم معرفة لو تشرح لنا الموضوع تماما فيما يتعلق بالاحصاءات لقد قلت ان هذا الجدل موجود خاصة في ايران وانا لا اقبل بذلك للاسف لقد سيست قضية كورونا ومن الافضل ان لا نربط قطار الصحة والسلامة بالقضايا السياسية سواء في ايران او في العالم هناك مشكلتان سواء في بلادنا كما في البلدان الاخرى هذا الفيروس جديد والتعرف عليه في المراحل الاولية صعب والاختبارات لم تكن في متناول جميع الدول سواء الصين او ايران او دول اوروبا الغربية او امريكا ولم تتمكن من اجراء هذه الاختبارات كما ان الحالات الاولى لم يتم التعرف عليها بسرعة في جميع انحاء العالم وثانيا في بعض الدول وتزامنا مع انتشار كورونا كان هناك انتشار لانفلونزا H1N1 وهناك تشابها بينهما لاسيما الاعراض التي تظهر في الرئى وكذلك تشخيصهما هذا يعني ان الاحصاءات التي تعلنها بعض الدول ليست خطأ بالضرورة فمثلا الاختبار الذي يتم اخذه تكون حساسيته في المرحلة الاولى 30% وفي المرحلة الثانية 60-70% والامر الاخر هو ان بعض الدول ولا ارغب بذكر اسمي ايا منها كي لا يسيس الموضوع ولكن بعض الدول اوروبا الغربية التي شهدت خلال الاسابيع الاخيرة انتشارا واسعا لكورونا لا تدرج وفيات دور للمسنين ضمن احصائيات كورونا رغم ان 50-60% من وفياتهم في هذه الدور اعتقد ان المهم واكرر هو ان لا نسيس قضية السلامة والصحة وفي مقدمة هذا الامر امريكا التي نأسف لواقع شعبها فهي التي تشكل 4.5% من سكان العالم اي 328 مليون نسمة تواجه 20% من حالات وفاة و30% من حالات الاصابة وهذه نسبة لا تدعو للتفاؤل رغم انها دولة متطورة جدا اقتصاديا ويتم فيها صرف ثلث المصاريف العالمية الخاصة بالصحة والسلامة وهو ما يعادل نحو 3600 مليار دولار لكنهم يواجهون نقصا في اجهزة التنفس ولكنهم في ذات الوقت يريدون الصاق الفيروس بدولة معينة ويتحدثون عن الشفافية في الاقصائيات في دولتنا وفي دول اخرى در مورد الشفافية در كشور ما یا كشور ديگه صحبت میکنن يعني دكتور اشرت الى موضوع امريكا وعدم تسييس وباء كورونا ولكن كنت اود ان اسأل لاحقا في هذا الموضوع ولكن حديثك عن هذا يدفعني للسؤال ايران بالمقابل الا تسيس وباء كورونا من خلال الحديث عن تأثير العقوبات على مواجهتها لكورونا في ايران ولكن بالمقابل تقول اننا تمكننا ايضا من ضبط الامور بشكل جيد يعني الا يوجد هناك تناقض وتبدو هذه التصريحات بان العقوبات الامريكية تؤثر مسيسة؟ نحن لم ندعي باننا سيطرنا على الفيروس بشكل كامل ولكن ما نقوله هو اننا ندير وباء كورونا وبمعنى اخر في اغلب المحافظات نلحظ تراجعا في الاصابات ولكن الوباء في ايران موجود ويوميا هناك اكثر من الف اصابة جديدة ولحسن الحظ منذ ايام لدينا اقل من مئة حالة وفاة وطالما بقي شخص واحد مصاب في اي دولة يعني انه لم تتم السيطرة على الفيروس لانه من الممكن ان ينقل العدوى لاشخاص اخرين اما ما نقوله فيما يخص العقوبات الامريكية وخاصة في الفترة التي واجهنا فيها انتشارا واسعا للفيروس ليست طلب مساعدة من امريكا او غيرها وانما نقول ان العقوبات الظالمة والاحادية بعد خروج امريكا من الاتفاق النووي جعلتنا غير قادرين على الوصول الى مصادرنا فاثار فيروس كورونا ليست صحية فقط وهذا ما ادركناه بل ان للفيروس اثار اقتصادية شديدة ونحن مع تعطيل مراكز الانتاج والورش والمعامل مثل الدول الاخرى وهذا له تبعات اقتصادية والمطالبة برفع العقوبات هي لان هذه العقوبات طالمة اساسا ولا مرجعية قانونية دولية لها كما انها تأتي في مرحلة ادركت فيها جميع الدول بانها غير قادرة على بناء جدار حول نفسها وان هذا الوباء يهدد الجميع واؤكد انه طالما ان هذا الفيروس موجود سواء في اسيا او اوروبا او اميريكا او افريقيا فان البشرية ستعاني منه وعلينا ان نساعد بعضنا بعضا وان نراعي المصالح الانسانية ونتعاون و با رعایت مسالح انساني تصمیم بگیریم و به هم دیگه کمک کنیم قبل ان ادخل في تفاصيل الوضع لمواجهة كورونا في ايران اريد ان اسأل واشارت انت الى موضوع تسمية الرئيس الامريكي دونالد ترامب للفيروس بفيروس ووهان او فيروس صيني او الى اخره وايضا صدرت انتقادات نوعا ما دعنا نقول انتقادات تخصصية طبية كيف تقول الصين بان الفيروس تم محاصرته في ووهان ولم ينتقل الى مدن اخرى في الصين ولكن وصل الى كل العالم هذه الاستفسارات صدرت عن مسؤولین في وزارة الصحة الايرانية انا استاذ جامعی ولا ارى ان الامر مناسب لان ابحث في بعض التصريحات التي تسيس قضايا الصحة والسلام سواء كانت صادرة عن زملاء لي على مستوى العالم او عن مسؤولین تنفيذيين ولو عن جهد احد المسؤولين الامريكيين قال في هجوم على منظمة الصحة العالمية وبعد ان توقفت امريكا عن تزديد مستحقاتها للمنظمة في توقيت غير مناسب اطلاقا باوامر من ترامب قال انه كان على منظمة الصحة العالمية ان تكتسب الخبرتا للتعامل مع الفيروس رقم 19 من خلال الفيروسات الثمانية عشر السابقة لم يميز بين ان الرقم 19 هو نسبة للعام 2019 وظن انه سبق هذا الفيروس ثمانية عشر آخرين لذا ليس الامر بمستوى ان نناقشه وبالنسبة للامور الداخلية للدول الاخرى نحن لا نتدخل ولا نصرح ولكن ما اذكره هو ان خمسين بالمئة من الاصابات كانت في وهان وخمسين اخرى في المحافظات الاخرى ولانهم عزلوا هذه المنطقة تمكنوا من السيطرة ولكن كان هناك اصابات في محافظات اخرى ومحسب الدراسات في الكثير من الدول التي سجلت اصابات ومنها دول اوروبا الغربية فانه كلما كانت تصريحات المسؤولين السياسيين اقل استنادا للمعلومات العلمية فان انتشار الفيروس وتسجيل الاصابات يزداد لن اسمي ولكن في احدى الدول فان الحزب الحاكم حاليا كان قبل وصوله الى الحكم يرفض كل انواع اللقاحات وهو عندما يواجه حالة مثل التي نشهدها اليوم فانه سيتضرر او حتى الدولة التي على رأسها شخص يقول انه لا يخاف من كورونا ويخرج ويسلم باليد على الاخرين هذا كله يعني ان ادارته لقضايا الصحة والسلامة تعاني من ازمة كبيرة وبالاخره سياستگزاريهاشم در بیمارستان با مبتلايا دست دادن یعنی در جامعه اداره کردن حوض سلامت با مشکل مماجه خرد شد اريد ان ادخل ربما في تفاصيل الوضع في ايران اشرت الى ان التجربة الصينية في عزل وهان ربما حققت نجاحا نوعا ما في عدم انتقال الفيروس الى محافظات اخرى لماذا لم تطبق التجربة الصينية في ايران فيما يتعلق بالحجر الصحي على المدن منذ البداية وهذا اثار لغط بطبيعة الحال ولكن اضافة لذلك اريد ان اسأل عن موضوع يعني ايران اكثر من ذلك تذهب باتجاه تخفيف القيود الاجتماعية الا يشعركم ذلك بالقلق؟ اذا شاهدتم لقاء منذ فترة على سي این این مع متخصص وباحث حول ان الشروط والاوضاع التي نفذت الصين من خلالها الحجر الصحي على وهان فقد قال الباحث ان امريكا قادرة على تنفيذ هذا الحجر بصورة مشابهة بنسبة صفر بالمئة الصين دولة كبيرة واغلب الاصابات كانت في مدينة ومحافظة محددتين لذا فإن دولة كالصين بعدد سكان يصل الى مليار ومئات الملايين قامت بتنفيذ الحجر الصحي على منطقة بعدد سكان يصل الى 11 مليون كانت الصين قادرة على ايصال الطعام للمنازل ومنع خروج المواطنين من منازلهم واضافت لعدد الاطباء والممرضين اكثر من 40 الفا وغالبية العمل كان في منطقة محددة في اكثر الدول ومنها ايران وايطاليا وايسبانيا وامريكا وبريطانيا وفرنسا عندما تم تشخيص الاصابات لم تكن محددة بمكان واحد وكانت في عدة محافظات كما ان مواجهتنا للفيروس مرتبطة بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية وبالقبول الشعبي كما تتابع الآن بعض الدول الاوروبية كالسويد وسويسرا لم تنفذ سياسات العزل والحجر وبالنسبة لنا فان التباعد الجسدي الذكي والعودة الى الاعمال مرتبطة جميعها باخذ القضايا الاقتصادية بعين الاعتبار كما في كل الدول والجميع لديه هدفان الاول خفض اعداد الاصابات والوفيات والثاني خفض التبعات الاقتصادية للفيروس وقد يبدو ان هذين الامرين متناقضان ولكن يجب مواصلة السياسات بما يحقق تعادلا بينهم فالكثير من الدول بما فيها امريكا تهتم بالاقتصاد عندما قبل السيد ترامب بان فيروس كورونا موجود ويجب مواجهته وفي اول اجتماع عقده كان مع مدراء البنوك والخبراء الاقتصاديين ولاحقا انتقل الى الاوضاع الصحية نحن نعمل على ايجاد توازن بين اهدافنا الصحية واهدافنا المرتبطة بمعيشة المواطنين وفي هذه المعادلة صحة ابناء شعبنا هي الاهم ونحن نعلم ايضا كما اجرت الفاينانشل تايمز استطلاعا للرأي ان رجال الاقتصاد وبتوجهاتهم المختلفة يعلمون ان استئناف الاعمال بشكل مبكر اكثر ضررا من الانتظار نسعى للتعادل واحد النقاط التي نأخذها بعين الاعتبار هي التباعد الاجتماعي الدكي ونعتمد عليها في تقييم كل خطوة حيث نبدأ بشكل متوسط وبعد تنفيذ كل خطوة كل خمسة او سبعة ايام نقوم بتقييم الاوضاع حيث نرى نتائجها على الاصابات ان ازدادت او انخفضت وبعد نحو اسبوع تظهر النتائج المتعلقة باشغال اسرة المستشفيات وبعد نحو شهر تظهر الاثار على اعداد الوفية سياسة التباعد الاجتماعي الدكي قائمة على تقييم اثار كل خطوة نقوم بها واذا كانت النتائج سلبية نقوم بتعديلها ونؤخر تنفيذ الخطوة التالية یا تعدیلش میکنیم این اقدام رو یا در قدم بعدی شروع قدم بعدی مکس میکنیم و با تومن این اقدام و هذا يدفعنی للسؤال انه هناك الكثير من الدراسات خرجت عن مراکز دراسات في ایران قالت بانه على سبيل مثال احداها يقول اذا كانت نسبة العزل بنسبة 10% فهذا سيؤدی الى حوالي اكثر من مليونين ما يقارب مليونين ونصف اصابه واكثر من 30 الف حالة وفا خلال اشهر المقبله بينما اذا كانت 25% سيؤدی الى مليون ونصف تقریبا حالات اصابه و 13 الف حالة وفا وكلما زادت نسبة العزل تنخفض نسب الاصابه و الوفیات هل تأخذون هذا ايضا بعين الاعتبار في ظل هذه الدراسات؟ نعقد اجتماع لجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا مرتين اسبوعيا على الاقل برئاسة رئيس الجمهورية وحضور كبار المسؤولی كما يتم عقد عدة اجتماعات تخصصية لمناقشة الامور طوال الاسبوع وانا استمع الى الاراء الموافقة والمعارضة ويتم تكليف جهات متعددة من وزارة الصحة وغيرها لتقييم الامور ودراساتها وخططنا مدروسة وفق المعطيات العلمية لكن ايضا نأخذ بعين الاعتبار الابعاد الاجتماعية والاقتصادية وقدرة شعبنا الحمد لله لم نواجه مشكلة كهذه مثلا وهي ان احد مراكز الابحاث في احدى الدول الاوروبية توقع ان عداد حالات الانتحار بسبب الحجر الصحي سيكون اكثر من حالات الوفاة بسبب كورونا علينا اخذ كل هذه الامور بعين الاعتبار وفي النهاية يجب ان تدور عجلة الاقتصاد ولا تدور عجلة كورونا كما نقول ايضا لنتمكن من مواجهة الفيروس نتمنى ذلك دكتور ما هي الطرق التي تتبع ايران حاليا لمواجهة كورونا نعرف انه ليس هناك لقاح بعد ولكن هناك طرق مختلفة يتم اتباعها البلازما المأخوذة من الشخص المتعافي وحقنا في المصاب اختبارات الPCR ايضا من اجل التشخيص وايضا العدة الطبية التي انتجتها ايران مؤخرا وهي الاختبارات المصلية سواء لجهة حصر الاصابات بشكل سريع ما هي الطرق الافضل عالميا وما هي الطرق المتبعة في ايران حاليا التي تقدر عليها ايران وبالنسبة للعلاج ما هي ابرز الطرق التي تتبعونها الان فيما يتعلق بتشخيص الاصابة وبحسب توصيات منظمة الصحة العالمية وعلمائنا نعتمد على اختبارين PCR الذي يحدد الفيروس بشكل جزئي وقد عززنا طاقاتنا بهذا المجال بشكل كبير جدا ونعمل على انتاج ما يلزم محلية كما نعتمد ايضا على الاختبارات المصلية التي انتجت في ايران من فوائد العقوبات هي اننا اعتدنا على الوقوف على اقدامنا بانفسنا وان نحل مشكلاتنا بانفسنا هذه الاختبارات المصلية القادرة على تشخيص الاصابة خاصة في المراحل الاولى للاصابة كما نعتمد التصوير وتحاليل الدم ولا نواجه اي مشكلة في هذا المجال باستثناء الفترة الاولى التي واجهت كل الدول فيها مشاكل اما بالنسبة للعلاج فكما تعلم ليس هناك علاج محدد بعد لهذا الفيروس وهناك نوعانية معتمادهما الاول هو الادوية المستخدمة لفيروسات اخرى او حتى لبكتيريا كالادوية المضادة للانفلونزا وبعض الادوية المتعلقة بالايدز والملاريا ايضا اجل دواء مضاد للملاريا هذه الادوية متوفرة وبعضها التي تم التأكيد عليها في البداية ثابت عدم نجاعتها العلم البشري حول هذا الفيروس بسيط ولا يتجاوز عمره الاشهر وهو مرتبط بالتجربة والخطأ وهذه الأخطاء التي تقع في العالم لسنا بعيدين عنها هناك نوع آخر من الادوية مرتبط بأعراض هذا المرض فعند الإصابة بكورونا وفي مراحل معينة تنتقل عدوى أمراض أخرى لرئة المصاب لذا يجب استخدام أدوية معينة وكذلك ما هو مرتبط بالأعراض الجانبية لهذا المرض الاستفادة من بلازمة المتماثلين للشفاء تجري في إطار بحثيا في إيران وحصلنا على نتائج إيجابية جيدة ولكن لا يزال من المبكر الإعلان عن هذه الطريقة كعلاج حتمي كما نجري أبحاثا على علاجات أخرى بما يتطابق مع أخلاق وقواعد البحث العلمي صدر العديد من التصريحات عن بعض المختصين في إيران بأنه يجري أبحاث فيما يتعلق بلقاح لفيروس كورونا هل تؤكد صحة هذه الدراسات؟ هل بالفعل إيران تجري دراسات من أجل اللقاح؟ أفضل طريقة لمواجهة هذا الفيروس هي إما العثور على لقاح له أو دواء ناجئ نحن نجري أبحاثا في هذا المجال إيران كانت طوال المئة عام الماضية مصدرة للقاحات لدول المنطقة ونحن نصنع العديد من اللقاحات محليا وفيما يتعلق بلقاحات الفيروسات قمنا بخطوات وهناك نوعان من الأبحاث الجارية الأولى هي لقاح لكورونا ولكن تجاربنا ليست بمستوى بعض الدول بالتأكيد وثانيته هي القدرة على إنتاج اللقاح محليا في حال تم العثور عليه في أي دولة تجربة الشخصية في هذا المجال التجربة الشخصية في هذا المجال لكون من المصابين الذين شخصت حالتهم بالشديدة هي أنني أدعو أن لا يصاب أي شخص في العالم بكورونا هذا الفيروس غريب ومعقد لقد عاركته لسبعة عشر يوما وبعد تحسن صحتي أنهيت مرحلة الحجر الصحي وعدت للعمل الطبي والتمريضي ولمعاينة الأوضاع عن كثر شخصيا أقول إن هذا مرض صعب جدا وعلي القول إن ثمانين بالمئة من الناس يصابون إما بأعراض خفيفة أو بلا أعراض ولكن من تظهر عليه الأعراض فإن المرض صعب ويجب القيام بالكثير لأجلهم ولأن العلاج غير معروف بعد فهو غير مؤثر تماما وأفضل الطرق هي مراعاة التباعد الاجتماعي أولا وتشخيص المصابين في مراحل إصابتهم الأولى وعزلهم لتخفيف انتشار الإصابات ما أمكن وإيزوليكردن این أفراد ميزان ابتلارو بهد درقل ممكن برسم نتمنى لكم السلام دكتور ومن خلالكم أيضا نشكر التواقم الطبية في إيران وفي كل دول العالم والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين إلى حديث خاص آخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة